بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين استكمالا لما قد بدأناه من شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري ورحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الكتاب الخامس الغسل وإلى الباب السابع والثلاثون بعد الماء باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نسائه في غسل واحد هذا الباب يتحدث على قيمة النظافة لأن المؤمن دائما يحب الطهارة ويحب النظافة ويحب النظافة ويعلمنا كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة في الباب حديثان حديث الأول الخامس والستون بعد الماء والثاني السادس والستون بعد الماء راوية الحديث الأول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا والحديث الثاني رويه أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة وفي رواية تسع نسوة تسع نسوة قيل أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين أي ثلاثين رجلا معنى الحديث الأول الذي قالته عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا معناه أن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي نساءه كان دائما يتطيب يغتسل ويتطيب فيطوف على نسائه يجامعهن وفي النهاية يغتسل كما في رواية أنس أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ثم يصبح محرما ينضح طيبا أي تفوح منه رائحة الطيب هذا الحديث يبين أن للرجل يجوز له معاودة الجماع مع زوجته بغسل واحد لزوجة واحدة أو لعدة زوجات وعدم كراهية الإكثار من الجماع عند القدرة عليه اثنين استحباب الطيب عند الجماع لأنه يزيد في الرغبة يقول ابن القيم القوة الذي يزيد القوة القوة الطيب كما يزيد القوة بالطعام والشراب في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار أن يباشرهن جميعا في ساعة واحدة إما بغسل واحد أو بأغسال متعددة في رواية الترمذي أنه كان يطوف على نسائه في غسل واحد أو يغتسل عن هذه وهذه كما يفعل أحيانا صلى الله عليه وسلم وهن إحدى عشرة وفي رواية تسع نسوة وهذه الرواية هي الأرجح كما أفاده الحافظ بن حجر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده أكثر من تسع وتحتمل رواية إحدى عشرة أنه عد منهن مارية وريحانة وهما جواريه وليس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أخرجه النسائي وأحمد والحاكم وصححا كان يطور على نسائه صلى الله عليه وسلم بغسل واحد أو بأغسال متعددة بيستفد منه أنه يجوز للرجل أن يطوف على نسائه جميعا في وقت واحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأنه لا بأس بكثرة الجماع لمن يطيقه كما يجوز له أن يطوف عليهن بغسل واحد أو بأغسال متعددة ثانيا أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله قوة عظيمة في الجماع وتلك من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن العرب المالكي كان العرب وغيرهم من الأمم يمتدحون بقلة الأكل وكثرة الجماع كانوا يمتدحون بذلك لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه القدرة من هذين الحديثين يتبين لنا أن الطهارة والنظافة والطيب من أهم العوامل في المعاملة مع الزوجة وعليه أن يغتسل ويتطهر حتى يأتي زوجته كما هي تتطهر وتريد أن ترى منها شكلا جميلا فكذلك هي تحب منك ذلك الشكل كما قال ابن عباس إني لا أتزين لزوجتي كما تتزين زوجتي لي فقيل له من أين جئت بذلك قال في كتاب الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هكذا فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونسأل الله أن يديم الخير بين بيوت المسلمين اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم